يسأل ويقول إذا أشرقت الشمس وأنا لم أصلي الصبح بعد هل أبدأ بالسنة أو أبدأ بالفريضة؟ أبدأ بالسنة حتى ولو كان بعد خروج الوقت أبدأ بالسنة بالراتبة ثم تصلي بعدها الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر مرة في السبب ولم يستيقظوا إلا بعدما مسهم حر الشمس لأنهم كانوا قد سهروا بالليل في المشي وتعيني فتقل عليهم النوم في آخر الليل ولم يستيقظوا بصلاة الفجر إلا بعد خروج وقتها فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من الوادي الذي ناموا فيه إلى مكان آخر ثم صلوا راتبة الفجر ثم أمر المؤذن فأقام وصلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم على أنه يجب التنبيه إلى أنه لا يجوز التساهل في آخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا وأن يعتاد الإنسان النوم عن صلاة الفجر ولا يصليها إلا إذا قام فإن من جعل هذا عادة له أو تساهل فيه فإنه لا يجوز له ولا يحلم له وليس هذا عذرا له عند الله سبحانه وتعالى إنما هذا في من كان عازما على الاستيقاظ والصلاة مع الجماعة في الوقت ولكن غلبه النوم فهذا هو المعدور لأنه كان عازما وناويا على القيام عازما على القيام وناويا وقاصدا له لكن غلبه النوم بغير اختياره ولم يكن هذا عادة له هذا معذور نعم